اما حصل موضوع قهربة في فرح اخته كلمنا وقلنا وبتعرف القهربة حبيبي يعني ولومنا قهربة وبعدين وانا بكلم قهربة يعني كنت بكلمه في التليفون من الكلم في الكسة قال لا كابتن انا يعني الظروف ما كادش معايا في المعاد وانا جيت سكة وعارف ان ده هياخد مني مجهود مضاعف ومع الراجل والكسة والحكاورة بس انا يا كابتن في العدل يعني انا لا لفيت ولا رحت ولا جيت قلت له طيب تمام في واحد قعد معنا فقال لي يا عم كهربة ده اغلبهم قلت له يعني ايه قال لي يعني جي واش لا قال مثلا انا مصاب وانا عندي اصابة انا عندي قصة بتاع فريح فسبوه هنا فرح فرح لا 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 خالد ده راجل سكة انا عندي ظروف واحد اتنى تتربع عنا سليم مية في المية قال لي ده كهربة مشكلة ان هو واضح بالزيادة فبتيت امشي ورا الملف ده من فترات كتيرة جدا في الانديك جماهرية في المنتخب لقيت حضراتكم كالقادي في بعض اللعيبة بعض اللعيبة اما سألت على اصابات او غياب ده عن اللقاء او 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 الاقي ان الغياب لا فني ولا طبي يعني ولا اصابة ولا غياب فني اما للغياب ايه حضرتك الغياب اشتكى ان هو عنده شد في اي عضلة اي حاجة طب ايه مكست شاف المشوار كبير في بعض اللعيبة شبعت في بعض اللعيبة شبعت وبتاخد القصة دي عشان تاخد اجازة في وقت في اجازة سفرية بعيدة اه مع المنتخب انا لا اه يعني عندي ظروف عايز ااخد اجازة يومين فاقول ان انا عندي اجهاد انا بناشد حضراتكم من هنا احيانا اجازة المنتخب بتحاول ان يكون فيه هدوء واحنا معاهم واجهزة الاندية بتحاول ان يكون فيه استقرار اقولك ده اللعيب ولو طلعت وقلت انت الموضوع وقلت اسم اللعيب تقوم الدنيا ما تقعدش ويقوم النادي اقولك اصل الحكاية والله العظيم فيه لعيبة ما عندهاش اصابة ما عندهاش ما بتعنيش من الاصابة تلعب في انديها جماهرية بيجي النادي مسافر بيقول له شد روح انت وتعالى افريقيا لان الجو هناك حر اجي مثلا منتخب في ماتشويد يقول اربع خمس ايام لا ااخده مجازة احسن انا بدي انزار شديد اللهجة من هنا المرة دي احنا بنقول على الحالة بعد كده حضراتكم هنقول الاسامي ورجاء للاندية وللاجهزة الفنية للمنتخبات حضراتكم بتدروا نفسكم والله وحضراتكم اللي عملتوا النوعيات دي من اللعيبة وحضراتكم اللي دلعتوا اللعيبة دي وحضراتكم اللي خلتوا اللعيبة دي تعمل كده اللي يجيب عن سفرية لنادي وانت متأكد انه ما عندوش اصابة عيب ان يلعب في النادي ده تاني عيب ان يبقى موجود تاني وزميله راحين جايين شاقينين متبهدلين في المطراء عيب عيب ما يبقى بيلعب في اندية جماهرية كبيرة ولا تضي تحصل عيب ان مع المنتخب يقولك اخوه دي 4-5 يام اجازة وريحه عيب ان يجي تاني الناس دي عيب ان هي تكون موجودة ولا في نادي كبير ولا في منتخب لا في نادي كبير ولا في منتخب بعد كده حنتابع الحالات دي وبعد كده حاولي الاسامي انا عندي 3 حالات متأكد بنسبة 100% ولكن اما اتكلمت مع ادارات الاندية وكلمت مع جهزة المنتخب اسف فترة دي دوء اصدق احنا بنتعامل مع القصة حاضر تعاملوا مع القصة بس انتو اللي عملته في الناس دي كده انتو اللي خليتو اللعيبة دي تشبع كده انتو اللي خليتو اللعيبة دي تعمل فلوس وقصة لو عندو برنامج هيروح يعمل فيه هيعوم فيه ولا هشالب ولا هعمل اي حاجة طيارة هيروح طيارة مش هيستنى حاجة ده ممكن يروح صد رد ويرجع في نفس اليوم هيعمل حوار في حتة هيعمل حاجة على طول طب انت رايح تلعب مع فرقتك سبب شهرتك او منتخب بلدك اللي بيعلي الحاجة اللي بيخلي الفلوس في السماء فده دي ظاهرة ظاهرة انا بوجه انظاره شديد اللهجة انا بعد كده حقول الاسامي وبعد كده الامور هتكون واضحة عشان نمنع الظاهرة دي او نمنع الاسامي دي ان هي تكون موهودة تاني وتالت ورابع وخامس كهرباء ده بغض نزع الموقف اغلبهم سكة بيجي في مواضيعه سكة على طول اعمل مع اللقاء تاخد منه اي حاجة واضح وصريح والعقاب جاهز والسواب جاهز وكل حاجة وحسب على فطرته ومفيش مشكلة خالص مفيش مشكلة خالص ايه سبب واحد بيقولك طيب ايه سبب ايه سبب ان كولر رجع مع كهرباء في السريع ايه سبب ان رجع الداله والامور والحكار لانه كان واضح وصريح معاه لانه تقبل عقابه لانه مقلبش وشه لان ما قاله انزل اتمرم مع الشباب تحت داري على منية ناصر فتح سبرينت مرن هناك ويفطر الصبح ويعمل وتاع مفيش لعاوج وشه ولا انا كهرباء بقى مفيش مني تلاتة ولا انا اللي بحط عارب النور وفيش حاجة خالص فكم من الراجل اين فضل في الصالون بتخوق خلاص وبصراحة بصراحة حتى لو اتزنق في الموقف خلاص هو حله بمنتهى العدل بمنتهى العدل عشان كده كمان الراجل اديه له بقى خلاص مفيش مشكلة خالص والامور مشت بشكل جيد فدي من النقط تاني وتالت ورابع المش هنسكت فيها تاني اللي حنشم ريحته في نادي انه هو عمل لقطة وسليم لا تلوم الا نفسك اللي حيسيب منتخب عايز اخد اجازة حضرتك لا تلوم الا نفسك حتبقى دورنا انك ما ترجعش تاني حيبقى مهمتنا انك ما تشوفش المنتخب تاني لان الحاجات دي ما بيتقلهاش لا دي نعمة كده من عند ربنا نعرف النعمة ونقول الحمد لله ونصنها سيبك بقى من المستوى فني انت كويس فني وحش موفق مش موفق كل ده بسيط الكرة كده يوم كده يوم كده ماشي ما فيش مشكلة لكن في حاجات ما تقبلش الاسمة على اتنين دي ثوابت دي ايه دي ثوابت